تشهد الأحواز العربية المحتلة انتفاضة عمالية حيث دخل العمال في إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي تشهد الأحواز العربية المحتلة انتفاضة عمالية حيث دخل العمال في إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي ويأتي هذا الإضراب كرد فعل على ما يصفه العمال بالتمييز العنصري والظلم الذي يمارس الاحتلال الإيراني والذي أدى إلى طرد عدد من العمال من وظائفهم يعبر العمال عن استياءهم من الأوضاع المعيشية الصعبة والتهميش الذي يواجهونه مطالبين بحقوقهم الأساسية والعدالة الاجتماعية وأدى نظام الاحتلال الإيراني منذ عام 1925 بتطبيق سياسة التمييز وإعطاء الأولوية لتوظيف غير العرب بما في ذلك الفرس إلى زيادة معدل البطالة بين سكان المنطقة وانتشار الفقر في الأحواز المحتلة واحتج الشعب العربي الأحوازي عدة مرات ضد التمييز والبطالة أمام مؤسسات نظام الاحتلال الإيراني لكن هذه المشكلة لا تزال قائمة وقامت سلطات الاحتلال الإيراني بمصادرة أراضي الأحوازيين وإنشاء شركات مصانع قصب السكر كان من المفترض أن يعمل أبناء الشعب العربي الأحوازي في هذه الشركات لكن الاحتلال يوظف المستوطنين الفرس والعرقيات الأخرى ويحرم أبناء الشعب الأحوازي من العمل في المؤسسات بدولة الأحواز العربية المحتلة وتشير التقديرات إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الأحواز يتراوح بين 300 ألف و 500 ألف عاطل عن العمل